علاء أنا بشوفك كتير بتتكلم عن حياتك كأب بتتكلم عن العيلة بتتكلم عن التربية على تويتر التويتات دي دايما بتسليني عايزك تقول لنا مثلا طبعا يعني أعتقد الموضوع كبير جدا إنه تدي فيه دروس بس إيه أكتر حاجة تعلمتها مؤخرا في التربية؟ أكتر حاجة تعلمتها مؤخرا إنه أني يجب أن يكون عندك هدف عارفة إنه الهدف الرئيسي 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 من موضوع التربية ده إنك تدي أولادك أو بناتك حب غير مشروط وتبينيه مش تبقى حب غير مشروط بينك وبين نفسك لأ حب غير مشروط وتبينيه لازم تبينيه بكل الوسائل المتاحة للنويبان قولا وفعلا ولمسا وأفعالا كل حاجة ده الهدف الرئيسي من أن أنت تربي عيال وإنه لما العيال بتطلع حاسة بالحب غير المشروطة بعد كده بقى تيجي كل الحاجات الكويسة الأخرى وإنه الناس اللي ما طلعتش اللي طلعت كويسة أو اللي ما طلعتش كويسة في الأصل ما عدتش بالمرحلة دي بس فيه ناس ما عدوش بيها وطلعوا كويسين بس طلعوا كويسين وعندهم حاجة نقصاهم طول الوقت بتظهر بقى في أشكال مختلفة مش شرط تظهر إن هما يطلعوا مدمنين ولا يطلعوا حاجة فقدانين لا لا بس بيطلعوا أشخاص ناقصهم بعض الأحاسيس في حياتي ترجمة نانسي قنقر